الحمد لله الذي كون الأشياء وأحكمها خلقا وفتق السماوات والأرض وكانتا رتقا وقسم بحكماته العباد فأسعد وأشقا وجعل للسعادة أسبابا فسلكها من كان أتقا والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم الناس خلقا أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهد أبالكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج هذا ديننا يقول الحق سبحانه وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور دعوة صريحة من القرآن العظيم لعدم الانشغال بالدنيا عن الآخرة الدنيا تتقلب فيها أحوال الناس ناس تحت التراب تزورنا في المنام وناس فوق التراب لا ترد علينا السلام من الناس من يسكن قصرا وتضيق به الحياة ومن الناس من يسكن كوخا ويشرح الله صدره من الناس من يولد وحيدا ولكن تجد حوله إخوة لم تلدهم أمه ومن الناس من يكون له إخوة أشقاء ويعيش وحيدا بسبب الهجر والقطيعة والخصومة والعداوة قد تجد أغنياء ويبخلون بل ويرتشون وقد تجد فقراء ويتعففون بل ويتصدقون لهذا سماها ربنا دنيا وليست عليا فإياك وأن تحكم فيها على مستقبلك من خلال ماضيك فالأنبياء رعوا الغنم ثم قادوا الأمم وإياك وأن تنتقم من أحد لعرض مادي دنيوي زائل فالطيبون عندما يطعنون يتوعدون بالانتقام ولكن عندما تأتيهم الفرصة على طبق من ذهب تصرق ضمائرهم العفو عند المقدرة إياك وأن تنشغل بالدنيا عن عبادة الله اعلم أنك ستبقى في دائرة الأحزان والضياع والهموم ما دامت الصلاة ليست في دائرة اهتمامك فالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة مقرون بالصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح فكيف يفلح من لا يصلي واعلم أنك في هذه الدنيا في امتحان وفي أي لحظة سيتم سحب ورقتك وينتهي الوقت الذي خصصه الله لك لذلك حاول أن تركز في ورقتك ولا تنشغل بورقة غيرك وبادر بتصويب أخطائك قبل رحيلك من هذه الدنيا الدنيا قد تنقلب عليك في لحظة بمكالمة هاتف بنتيجة تحاليل أو فحص طبي بخطوة خاطئة في الشارع أو غير ذلك لحظة واحدة كفيلة بجعلك تدور حول نفسك مهما كانت مخططاتك وترتيباتك وتأميناتك فالحياة تخبرنا دائما بأنه لا يوجد بها ضمان ولا أمان غير إيمانك بربك فلا تشغل نفسك بالتفكير ولا تحمل هم الغد فلا أحد يعرف ماذا تحمل معها اللحظات القادمة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون إن ربا كفاك بالأمس ما كان سوف يكفيك في غد ما يكون فادرأ الهم عن النفس ما استطعت فإن حملانك الهموم جنون فأرح بالك وارم كل الهموم والقلق والأحزان وراء ظهرك وتوكل على الله وهو يصلح بحكمته حياتك وقل دائما اللهم تولني بفضلك في من توليت سفيدة طيطنك بناها مئات الأشخاص وسفينة نوح بناها شخص واحد الأولى غرقت والثانية حملت البشرية لا تحزن على شيء في هذه الدنيا ستدعك في وقت متأخر أن جميع المعارك التي خطها في هذه الدنيا لم تكن سوى أحداث هامشية الهدك عن حياتك الحقيقية ومهمتك الحقيقية في هذه الدنيا وهي طاعة الله ونيل رضى الله عز وجل فاجعل هذا الإدراك مبكرا قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ستسخر إذا قيل لك إن رجلين يقتتلان على بعوضة فما بالنا والعالم كله يتصارع ويتشاحن ويتخاصم ويتشاجر على جناح بعوضة بل إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة فلا تحزن على شيء فقدته فيها إذا فقدت شيئا تحبه فتذكر أن الأشجار تفقد أوراقها في الخريف لتكتسي بغيرها في الربيع إذا فقدت عزيزا تحبه فاعلم أن الموت ليس فراقا ليس فراقا أبديا لكنه فراق مؤقت لأننا سنلتقي في الآخرة بإذن الله ولكن الفراق الحقيقي هو كأن يكون أحدنا في الجنة والآخر في النار والعياذ بالله واعلم أن الخصارة الحقيقية ليست في فقد صفقة تجارية أو فرصة عمل أو قطعة أرض أو عرض مادي زائل ولكن الخصارة الحقيقية أن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض ولا يوجد لك مكان بها الذي سيبقى لك هو السيرة العطرة التي تتركها بين الناس بإحسانك إليهم فحاول أن تكون محسنا في تعاملاتك مع الناس قبل رحيلك ويجب أن تكون محسنا إلى الآخرين في الصراء والضراء فلا تقل إني أعاني من ضيق ذات اليد كيف أحسن إلى الآخرين ينبغي أن تعلم تمام العلم أن الإحسان لا يكون بالعطاء المادي فحسب سيدنا يوسف عليه السلام وهو على خزائن مصر قيل له إنا نراك من المحسنين كذلك وهو في السجن قيلت له نفس العبارة بنص القرآن الكريم إنا نراك من المحسنين ليدلنا القرآن العظيم على أن الإحسان يكون في الشدة والرخاء والإحسان لا يكون بالعطاء المادي فحسب بل قد يكون بالكلمة الطيبة ابتسامة في الوجه مصافحة عند اللقاء زيارة لمريض سؤال هاتفي رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا جاءك ضيف فلا تسأله أتشرب كذا أو تأكل كذا ولكن قدم إليه ضيافتك دون سؤال لأنك إن سألته فقد حرمته لا تسأل من في وجهه ندبة أو علامة عن سببها لأن الوجه موضع العزة وقد يكون هذا الشخص لا يزال يحاول أن يخفيها ولكن دون جدوى لا تسأل من فقد ولده عن كيفية موته حتى لا تقلب عليه الأحزان لا تسأل من تعرض أو من تعرضت لطلاق بائن عن أسباب الطلاق حتى لا يعيب أحد الزوجين المنفصلين في الآخر قبل كل شيء حاول أن تعيش إحساس الآخرين وضع نفسك مكان المتلقي وإياك أن تجرح شعور شخص ما لقد تألمت لهذا الطفل الذي ذهب يبكي عند قبر أمه الميتة ويقول لها يا أمي تعالي معي فإن المعلمة تضربني أمام التلاميذ وتقول لي إن أمك مهملة في حقك ولا تحسن تربيتك اعلم أيها الأخ المسلم أن الحياة فانية والآخرة هي الباقية لذلك قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها إن الكاميرا القرآنية المعبرة تصور لنا لحظات الموت والرحيل التي لا يملك الإنسان فيها شيئا فيقول ربنا جل في علاه كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي يعني إذا بلغت الروح التراقي والتراقي جمع ترقوة وهي أعلى عظام الصدر تنتزع الروح من أخمص القدم إلى أعلى الصدر يموت المحتضر تدريجيا فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه حتى تبلغ روحه الحلقوم ويجد مرارة الريق في حلقه فتلك هي الغرغرة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فإذا وصل إلى الغرغرة فقد أسدل الستار على قصة حياته وهنا ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة وتحيط به الحسرة والندامة إن كان مقصرا في جنب الله وكلنا مقصرون كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق من راق يرقى ومن راق يرقي تقول الملائكة من راق يرقى من الذي سيرقى بالروح إلى السماء ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ويقول الأهل من راق يرقي هل من راق يرقي سقيمنا هل من طبيب يعالج مريضنا والجواب لا معالج ولا راقية ولا طبيب إن الطبيب له علم يدل به إن كان في أجل الإنسان تأخير حتى إذا منتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق الإنسان المحتضر بما يراه وما يكشف له من الحجب في تلك الساعة يعرف يقينا أن آخرته قد جاءت وهو يرى الملائكة حوله سواء كانوا ملائكة الرحمة بيض الوجوه على مد البصر أو ملائكة العذاب سود الوجوه والعياذ بالله وساعة إذن يعرف أن لحظة فراق الأحبة قد حانت إن الحبيب من الأحباب مختلس لا يمنع الموت بواب ولا حرس فكيف تفرح بالدنيا ولذتها يا من يعد عليه اللفظ والنفس وعندما يتيقن المحتضر من الفراق تدمع عيناه ويبكي فيبكي من حوله ولكن هناك من يبتسم عند رحيله لما يراه من حسن الثواب والنعيم المقيم الذي ينتظره عند ربه ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل بجهدك كي تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا عندما يتيقن المحتضر من الفراق لا يملك إلا أن تدمع عيناه الجسد الذي فقد النطق ولا يجد وسيلة يعبر بها إلا دموع العينين نطرحكم لفاصل قصير ثم نعود مرة أخرى أيها السادة الكرام رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء عدنا إلى حضراتكم أيها المشاهدون الكرام بعد أن أذن لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يقول الحق سبحانه في محكم آياته كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق عندما يتيقن المحتضر من الفراق لا يملك إلا أن تدمع عيناه الجسد الذي فقد النطق ولا يجد وسيلة يعبر بها إلا دموع العينين ولذلك جاء في الأثر أرقب الميت عند ثلاث إذا رشح جبينه ودمعت عيناه ويبست شفتاه هناك علامات تتحقق بها من حدوث الوفاة إن لم يكن معك طبيب يؤكد لك خروج الروح من البدن أول هذه العلامات رشح أو عرق في الجبين وهذا دليل على حسن الخاتمة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت المؤمن بعرق الجبين العلامة الثانية شخوص في العينين لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر العلامة الثالثة ميل قليل في أرنبة الأنف إلى الجانب الأيمن أو الجانب الأيصر معنا اتصال من الأخ محمد تفضل أيها السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أهلا بحضرتك تفضل السلام عليكم شوف أعمر وتعد سأقولك عنها كانت حاجة بس يعني هاقتزل فيها عشان وضع حضرتك تفضل تمام فدلوقتي أنا كان والدي لسه متوقفي من ثلاث شهور تمام فدلوقتي يعني أنا لها أخ كبير مفروض طبعاً اللي بيقولي الليلة كلها وكده وبعد وفاة والدي وكده طبعاً يعني لذوقتي يعني يعني بعد وفاة والدي على طول كان فيش مات حاجات كده ممتلكات الوالدي طبعاً التحطي ديع عليها وكده والدي طبعاً يعني مالهاش في أي حاجة أخوالي فطبعاً خد أنا راح بتشعر مشاكل معاه وكده طبعاً عشان ما فككش الأسرة وكده طبعاً أخد كل حاجة إذا ما كانت تحلي والدي كان مثلاً كان فتح ورشة نجوارة وكده أخد الإبدا وما كان كده كان المتسكل بتاعه واخده طبعاً فطبعاً أحبش نهي مشاجعش في خاطر صحة الوالد بعد وفاة الوالد فطبعاً بعد كده طبعاً يعني الحاجة دلوقتي آآ بتعبئنا مريضة وكده طبعاً أنا عايزة أكثر بساك دعش محمد دلوقتي مفروض نحن لسا يتجهاز من الأول للآخر ووقف معها دلوقتي وبكل يعني بكل ربنا قبرنا عليه بعمله معاها دلوقتي فهل دلوقتي يعني شمو حامد يعني الأخ دور دلوقتي كده المفروض نحو هو دواتي كبير البيت دلوقتي فحجرنا دلوقتي وسبنا وخالف نعرفش حاجة عننا وسب والديته ووقت واخول لسا واني لو يتفهم في مبلغ مالي من المال خدو ومشي بعد كده فدلوقتي يعني ايه الحل مع دلوقتي مع الأخ كبير دلوقتي في المواضيع اللي بيحصل دي مفروض نحو ده ده يبق معنا مثلا من حال نجيل تبين لخط وفضل موجود معنا متواجد وكده يوقف مع أخط في جهازها وكل اللي بإمول اللي الدنوية الأخ محمد بيطرح قضية ظلم في المواريس من الأخ الأكبر لأخوته الصغار ولوالدته لابد من تدخل أهل الحل والعقد الذين لهم تأثير في المجتمع كي يوضح لهذا الأخ الأكبر أن الكبير ليس كبيرا بالسن ولكنه كبير بتصرفاته واحتوائه لأسراته وعائلته وإحسانه إلى أمه وإخوته هكذا يكون كبيرا ولكن من اقتطع لنفسه قيد شبر من حرام طوقه من سبع أراضين في نار جهنم والعياذ بالله لذلك ينبغي أن ننتبه جيدا إلى هذه القضية الخطيرة لأن من أخطر الخضايا التي يئن منها المجتمع قضية حرمان وارث من إرثه أو بعض إرثه فكم من يتام أكلت أموالهم وكم من أنهب مراثهم وكم من بنات وسيدات انكرت حقوقهم ومما يزيد الألم ويفجع الفؤاد أن يكون الظلم من الإخوة للأخوات وظلم ذوي القرب أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي ومن المؤسف أن أكلة المواريث قد ظنوا زيفا أن إعطاء الحقوق لأصحابها قد ينقص المال والعكس صحيح فالطمع جمرة لا تحرق إلا صاحبها في الدنيا والآخرة معنا اتصال آخر مين ساذة ولاء تفضل يا فانت أيوة سامو عليكم تفضل عليكم السلام أهلا وسهلا أيوة يا شيخ لو سمحت أنا أنا بصل وبعمل كل حاجة بس بخف بخف من الموت جدا وبخف من اللقاء الآخر ده مش عاف فعايزك تنصحنا حاجة يعني أعملها عسان ما خفش وحط الوسوية بات دماغي شكرا أخت ولاء ان شاء الله تفضلي استكمالا للرد على سؤال الأخ محمد ذهب رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له رأيت في منامي أنني أنبحك الكلب قال هذا دليل على طمعك وجشعك وأكلك لميراث غيرك فالدنيا جيفة وطلابها كلاب لذلك فإننا نناشد كل من تراوده نفسه أن يظلم أو يأخذ حقا ليس من حقه اعلم أنك راحل فلا تكن كالذي جمع الزهب ثم زهب ولا تكن كالذي إذا سأل ألحف وإذا سئل سوف ولكن ينبغي أن تعطي الحق لأصحابه من قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بالنسبة للأخت ولاء تقول إنها تطيع الله وتحافظ على الصلاة إلا أنها تخاف من الموت خاف الموت هو ظاهرة طيبة ظاهرة صحية تدل على أن الإنسان يتصف بالطقوى والصلاح لأننا ذكرنا في بداية الحلقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت يعني استعد لما بعد الموت الإنسان الذي لا يخاف الموت ولا يرجو لقاء الله هذا إنسان غير سوي القرآن الكريم يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون معنا اتصال من الأخت منالت فضاليا فند السلام عليكم عليكم السلام أستاذ منال الفضالي لو حضرتك أنا لي أخ حسة أخ واحد على رحنا على أربع بنيات خادني أنا مطلقة سكنت بره بر جديد خاد الورث مننا وكتبه بالبيت كتبه كل حاجة حرمني أنا وإخوتي وكتب كل حاجة باسم لا حول الأخوات إلا بالله ماشي أستاذ منال شكرا جزيلا الأخت منال بتطرح نفس القضية وهي قضية الظلم في المواريس وفي حقيقة الأمر يعني ينبغي أن نوجه تحزيرا لهذا الأخ حدثني شاب توفي أبوه منذ فترة من الزمن وقال لي لقد رأيت أبي في المنام وليتني لم أره رأيته في صورة مفزعة رأيته أسود الوجه يلبس ثيابا من قطران بهيم وجسده يقطر بالقار أي بالزفت والعياذ بالله والأدهى والأمر من ذلك أني وجدته أعمى قد صار ضريرا وكان قبل الموت بصيرا ووجدته قادما في ظلمه قلت له لا شك أن الشيطان زج بأبيك إلى الوقوع في مظلمة قبل موته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فحاول أن تبحث عن الذين تعتقد أن أباك ظلمهم قبل موته وترد إليهم مظالمهم قال إن أبي كان له أربع بنات وولدان كتب كل تركته لي ولأخي وحرم أخواتي الأربعة من إرثه فصارت العداوة بيننا وبين أخواتنا البنات قلت له خالف أبوك الشرع الإلهي وأعرض عن ذكر الله وشرعه وكتابه والحق سبحانه يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ولذلك فإننا نناشد كل من يسمعنا نناشد كل من تراوده نفسه أن يظلم في المواريس أو أن يورث قبل الموت أو أن يوصي بوصية جائرة أو أن يفضل الذكور على الإناث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول إن الرجل أو المرأة ليعملان في طاعة الله ستين سنة أو سبعين سنة يعني طول العمر ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فتجب لهم النار والعياذ بالله ما الداعي لأن تحرم فرضا كتب الله له ميراثا أنا لا أترك ثروتي لمن أحب ولكن أتركها لمن أراد الله له أن يأخذها وما دام الإنسان قد دخل دنياه وليس معه شيء فإنه يخرج منها أيضا وليس معه شيء وليس للإنسان الحق في أن يوصي إلا في ثلث ماله أما الثلثان فهما حق الله يتصرف فيهما بقوانين التوريث كما أراد كما أن الثلث الذي توصي به ينبغي أن يكون لغير وارث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فإن كانت الوصية لوارث لظروف خاصة أو لعلة مرضية أو لسبب من الأسباب فلا بد من موافقة جميع الورثة إن كنت تخشى الله واليوم الآخر وقديما قال الحكماء شر الناس من باع دينه بدنياه وشر هؤلاء الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم ونداء إلى كل أخ أكبر أو كل أخ ذكر حاول أن يظلم أخواته البنات أو إخوته الأصغر اتق الله فإن الدنيا فانية ورحلة معنا اتصال من الأخ عامر تفضل فضل يا أصغر سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاك بالنسبة عايزين نشترك إن شاء الله في البرنامج بتاع للسعادة الأخيرة إن شاء الله فضل اتفضل السؤال إن شاء الله بالله يعني الناس اللي بتطبقوا تظنوا 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 بالكذب والعوذ بالله بتظنوا عليها يعني مثلا واحدة كمة مقتولة ومسلا مقتولة كده غير شرعي والعوذ بالله بيظنوا عليها الناس اللي بيتكلم عليها ليش بيشيل وزن الحديث في حق الآخرين طيب ماشي شكرا فضل الوضح من رسالة الأخ عمر إنه بيقول لو هو يعرف إن شخصية معينة فيها عيب ما وحاول إنه ينبه الآخرين لهذا العيب هل يتحمى الوزر الرد على هذا الأمر في أن الدين الحنيف نهى عن الغيبة ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه لأنك إن اغتبت أخاك المسلم فإنه سيأخذ من حسناتك والغيبة تأكل الحسنات كما يأكل كما تأكل النار الحطب ولكن هناك حالات لا تعد بغيبة والذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري والذم ليس بغيبة في ستة متظلم إنسان وقع عليه ظلم وذهب إلى القاضي يشكو إليه من أن فلانا ظلمه وقص عليه ما كان من ظلم فلان هذا ليس بغيبة فهو يتظلم متظلم ومعرف إذا كنت أعرف فلان بصفة معينة هذه الصفة لا يعرفه الناس إلا إذا ذكرته بها ففي هذه الحالة حينما أقول فلان القصير فلان الطويل فلان الأصمر فهذه أنا لا أقصد أن أغتابه ولكن أعرفه فهذه ليست بغيبة والذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري محذر أي أنك إذا علمت أن شخصا ما قد تقدم لخطبة إنسانة من بيت طيب وهذا الشخص تعرف عنه سلوك سيء أو سلوك غير سوي وسئلت عنه فينبغي أن تحذرهم منه من باب الأمانة لأن هذه أمانة وهذه لا تكون غيبة متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقا الإنسان المجاهر بالفسق ومستفت الإنسان الذي يستفتي في موقف ما حدث بينه وبين شخص حوار معين وهو يقصه على المفتي أو على أهل العلم لكي يفتيه فيه ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكري حينما أجد لصا أو صارقا أو إنسانا يفعل الحرام وأذهب إلى الجهات المسؤولة لكي أستعين بهم على إزالة هذا المنكر فهذا ليس بغيبة والله تعالى أعلى وأعلم نعود إلى حديثنا عن الموت ولحظات الموت تفضل أستاذ توكل معنا اتصال تفضل إفندي أهلا وسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا دكتور محمد سلام عليكم يا باشا أهلا وسهلا بحضرتك تفضل معك توكل عاش المنصورة أهلا وسهلا فيه سؤال كده والله يا دكتور محيرني مش عارف فعمل فيه وفيه واحدة متعدم لها واحد والواحد ده مش ماشي ومش بطال فأنا مش عارف أقول والد الفتاة وهو حر بقى يعني عايز أعمل اللي علي أن أقول له أن الرجل ده مش هيصلح لبنتك ولا ما أقولهش شكرا مش عارف بصراحة مش عارف أتصرف يعني أعمل شكرا جزيلا شكرا السؤال يتفق مع سؤال الأخ عمر فيه إظهار عيب الإنسان الفاسق أمام من يطلب المصاهرة منه يعني يقول إن إنسان متقدم لخطبة إنسانة من بيته طيب أو العكس وأنا أعلم إن هذا الشخص غير سوي فمن باب الأمانة إنه لابد من النصيحة وتوجيه أو التوجيه نحو الصواب ولا أخفي سرا أو أكتمه لأن هذه بمثابة شهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه نقول إن الإنسان عند وفاته له علامات تدل على حدوث الوفاة إن لم يكن معنى طبيب فهذه العلامات تحقق لنا الوفاة العلامة الأولى عرق في الجبين العلامة الثانية شخوص في العينين العلامة الثالثة ميل في أرنبة الأنف قليلا إلى الجانب الأيمن أو الجانب الأيصر العلامة الرابعة تيبس في الشفتين العلامة الخامسة برودة في الأطراف يعني الأيدي والأقدام العلامة السادسة توقف ضربات القلب والنبض ومن الناس من يستخدم اختبار الكوب الزجاجي فيحضر كوبا زجاجيا فارغا ويضعه على أنف الميت أو المحتضر وفمه ويمسح على صدره وبطنه مسحا خفيفا فإذا تبخر الكوب فالروح لا زالت في البدن حتى وإن كان النفس ضئيلا وإن لم يتبخر فالروح قد فارقت البدن معنى اتصال من الأخت دعاء صدر يا فندي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت بص أنا متجوزة بقالي سبع سنين وكشفت وكده وما فيش حاجة فأنا كنت في نية إنما أطلع حاجة صدقة لأي حد وكده ففي ناس قريب محتدين فأطلع ليهم ولا يعني ما ينفعش أديهم فلو أستاذه ما أجيب حاجة تمام شكرا يا فندي تفضلي مام تفضلي طيب نسمع اتصال من أمات الله وبعدين نرجع للسؤال للأخت دعاء تفضلي يا فندي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا لو سمحت بصير تفضلي يعني ترفع صوتك شوية لو سمحت فضل لو سمحت أنا عاوز أحضر لك في الدائل يا ربنا يديني زرية الصالحة ايه وعايزة أسأس لحضرتك فضلي لما بعد أنا باني ترفع صوتك شوية أنا متزوجة مم لما بعد فبعد أقول يعني اسمعني يا ربنا ما لديني زرية يعني فبعد أقول سيلا 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 حرام علي تمام شكرا جزيلا لحضرتك فضلي ماشي الأخت كاميليا اتصال جديد فضلي يا فندي السلام عليكم طيب يبدو ان الخط انقطع حاولت كلمينا تاني اسسا كاميليا بعد إزمك بالنسبة لسؤال الأخت دعاء هي تقول إنها تود أن تتقرب إلى الله بالصدقات الصدقات والذكاة يجوز إخراجها لزوي القربة وفي هذه الحالة يأخذ الإنسان المتصدق أجرين أجر الصلة يعني صلة الرحم وأجر الصدقة لكنها لا يجوز أن تخرج للأصول والفروع ما معنى الأصول وما معنى الفروع؟ الأصول يعني الوالدين وإن علوا يعني الوالدين والأجداد والفروع الأولاد والبنات وإن دنوا يعني الأحفاد كذلك يعني ما ينفعش تدي صدقة أو زكاة من زكاة مالك للأب أو للأم حتى لو كانوا محتاجين لأن نفأ بتاعتهم هتبقى وجبة عليك في هذه الحالة كذلك ما ينفعش أن أنت تدي من مال الزكاة أو الصدقات للأولاد أو البنات حتى لو لك ابن متزوج أو ابن متزوجة ما ينفعش أن أنت تدي لها لكن تدي لها من العطاء من الهبة وليس من باب الصدقات لكن لو لها أخ أو أخت أو عم أو خال أو أبناء العمومة أو أبناء الخؤولة أي صلة قربة باستثناء الأصول والفروع يجوز أن تأخذ من الزكاة ومن الصدقات وتكون مقبولة بإذن الله عز وجل والإنسان يتقرب إلى الله بالصدقات وبالدعاء والصدقة تكشف غضب الرب وتطفئ غضب الرب وتزيل الكرب بإذن الله عز وجل وترفع المرض كما قال صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة الأخت أمت الله متزوجة من 23 سنة ولم ترزق بأولاد إعلمي أيها أياتها الأخت الكريمة أن هذا ابتلاء من الله والابتلاء دليل على حب الله للعبد فإذا صبر العبد فإن الله عز وجل سيعوضه خيراً وسيكافئه مكافأة كبيرة ولكن لا نكسر من الشكوى للآخرين علينا أن نرضى بخضاء الله حتى نوفى الأجر بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصبر له ثلاث درجات أو ثلاث أنواع النوع الأول صبر له ثلاثمائة درجة وهو الصبر على الطاعة الإنسان يصبر كي يوازم على الطاعة أصبر كي أقوم وأصلي الفجر أصبر كي أمتنع عن الطعام وأصوم وهكذا النوع الثاني هذا الصبر الأول صبر على الطاعة له ثلاثمائة درجة النوع الثاني صبر له ستمائة درجة وهو الصبر عن المعصية أجل الناس يفعلون الحرام وأنا لا أفعل وأصبر على ذلك وأمتنع عن الحرام هذا صبر له ستمائة درجة أعلى درجات الصبر صبر له تسعمائة درجة وهو الصبر على البلاء أن الله عز وجل يحرمني من نعمة معينة أو يبتلي الإنسان بفقد عزيز يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي في جسده أو ماله أو ولده فصبر وحمدني استحييت منه يوم القيامة فلم أنصب له ميزانا ولا ديوانا وقلت يا ملائكتي أدخله الجنة بغير حساب وعزتي وجلالي لا أحب عبدا وأريد أن أرحمه حتى أوفيه بكل سيئة عملها سقما في جسده أو اقتارا في عيشه أو تضييقا في رزقه حتى أبلغ منه مثاقيل الظر فإن بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه الحق سبحانه يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا نعم ثم ماذا؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فالإنسان حينما يتزود بالطاعة سيكرمه الله عز وجل بالجزاء العظيم والأجر الجزيل في الجنة فدائما قولي الحمد لله عز وجل ولا تكثيري من الشكاية للعباد لأن كل مرئ لا بد وأن عنده شيء من الابتلاء قد يخفيه وقد يظهره ولكن الله عز وجل والذي قسم الأرزاق بين العباد نعود إلى الحديث عن الموت وخروج الروح حينما يدمع المتوفى أو المحتضر وتظهر عليه علامات الوفاة فإن ذلك من خروج الروح إذا خرجت الروح قمنا بتغميض العينين وإغلاق الفم شرع لنا ديننا أن نغمض العينين عند الموت لماذا؟ لأن ترك العينين مفتوحتين يعطي منظرا مخيفا فإغماض العينين فيه تكريم للميت تصوروا ميتا عيناه مفتوحتان كما قال الله في أهل الكاف وهم نيام أحياء وتحسبهم أيقاظا وهم رقود لأن عيونهم مفتحة وقال الله في هذا المنظر لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا واعلم أن ترك فم الميت مفتوحا جريمة لماذا؟ لأن المعدة بعد الموت أصبحت لا رابط لها المعدة بعد الموت ليست فيها قوة ماسكة تمسك ما يلقى فيها فإذا ترك الفم مفتوحا وتيبس على ذلك دخل ماء الغسل من الفم إلى الجوف فينزل الماء مباشرة من أسفل فينتقد الوضوء وينتقد الغسل وينجس الكفن وينجس النعش وينجس القبر ولذلك فإن من فقه المغسل أن لا يمضمض الميت ولا يضع الماء في خياشيمه بماذا يمضمضه؟ يلف خرقة على إصبعه الأيمن ويبللها ماء ويمسح أسنان الميت ولحم فمه مسحا خفيفا فهذا عند الله مضمضة الميت وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق يعني وضعت إحدى الرجلين مع الأخرى في الكفن والكفن ثلاث طبقات للرجل وخمسة طبقات للمرأة وليس له جيوب ولا يحمل الإنسان معه فيه شيء هي القناعة فالزمها تكون ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن الكفن سطرة هي تجهيز للصلاة على الميت ونلاحظ أننا في الدنيا نجد أن عورة الرجل هي ما بين سراته ورقبتيه ونجد أن المرأة كل جسدها عورة ونجد أن المرأة كل جسدها عورة إلا الوجه والكفين ولكننا بعد الموت تساوينا جميعا في سطرة الكفن فسبحان من جعل الرجال يسترون كما تستر النساء في الأكفان نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم استجب دعاءنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وأهلك أعداءنا وطهر قلوبنا واكشف كروبنا واستر عيوبنا ولا تخيب فيك رجاءنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وصل اللهم على سيدنا محمد نبينا وشفيعنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهد أبالكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته